بسم الله الرحمن الرحيم فحياكم الله أيها الحضور الأكارم والمشاهدين الأفاضل في هذه الندوة التي يعقدها القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين للإعلان عن التقرير الدوري الذي أعده القسم السياسي في الهيئة عن الحالة السياسية وبعض القضايا المهمة التي حدثت في العراق خلال الأيام القليلة الماضية والتقرير تضمن أربعة محاور رئيسة المحور الأول متعلق بالمطالبة بتعديل الدستور واعترافات صريحة ممن مرروه على علاته بأنه غير صالح لأن يكون دستورا للعراق خصوصا بعد أن وصل النظام السياسي الحالي إلى الإنغلاق الذي يهدد العملية السياسية برمتها بسبب تداعيات نتائج الانتخابات الأخيرة والصراع على السلطة والمحور الثاني تضمن الحديث عن جريمة التهجير القسري لأهالي قرى مكحول في محافظة صلاح الدين ويكاد لا يمر شهر إلا وعمليات تهجير قسري منظمة تنفذها حكومة الكاظمي في العراق والمحور الثالث يتعلق بجرائم الضابط عمر نزار والتستر الحكومي على جرائمه التي أسكمت الأنوف والمحور الرابع متعلق بفضيحة قرار محكمة الاتحادية المتعلق بقانون النفط والغاز في كردستان العراق تأتي هذه الندوة في هذا التوقيت الذي يشهد انغلاقا سياسيا في النظام السياسي البائس المتهالك في العراق ولتناول هذه المحاور المهمة في هذه الندوة يتفضل مقرر القسم السياسي الدكتور ثامر العلواني ليبين لنا هذه المحاور وجوانبها المهمة فليتفضل مشكورا شكرا للشيخ حامد على هذه المقدمة التي أوضح فيها محاور هذا التقرير الدوري الذي يعده القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين والذي تضمن كما تفضل الأستاذ حامد أربعة محاور الذي يبدأ أول محور فيها هو المطالبة بالتعديلات الدستورية التي خرجت من مسؤولين في الحكومة الحالية وفي السلطات الحالية ولبما من أعلى سلطة قضائية في العراق وهي المحكمة الاتحادية وقد نشر فائق زيدان رئيس المحكمة الاتحادية العليا قبل أيام من مقال على الموقع الألكتروني للمحكمة دعا فيه إلى تعديل الدستور وجعلها حالة ضرورية من منطلق الضرورة التي يفرضها الواقع السياسي بحسب قوله فهو يرى أن الدستور 2005 صيغ في ظروف تختلف في حينه عن الظروف الحالية ومعظم من اشتركوا في إخراجه ومرروه بالشكل النافذ حاليا هم في مقدمة الداعين إلى تعديله الآن لظروف ومستجدات الواقع السياسي الحالي الذي وصل إلى مرحلة خرق الدستور في أكثر من مناسبة كما يقول بسبب النصوص الدستورية التي لم تعد مناسبة للمرحلة الحالية ثم زاد قائلا هناك أحكام دستورية تسببت بتعثر تشكيل السلطات ومنها مشكلة اختيار رئيس الجمهورية واستمرار رئاسته بعد أول جلسة للبرلمان ومشكلة الكتلة الأكبر ومن هي هل هي الفائزة بالانتخابات أم التي شكلت داخل البرلمان كما فسرتها المحكمة الاتحادية عام 2010 وتبنى فاغ زيدان في مقاله تفسير المقصود بالكتلة الأكبر والأكثر عددا بأنها القائمة أو الكتلة الفائزة في الانتخابات باعتبار أن هذا التفسير هو الأقرب إلى منطق التنافس الانتخابي ودع أيضا مجلس النواب إلى تبني مهمة تعديل المواد الدستورية المتعلقة بهذه الموضوعين واصفا هذه المهمة بالمسؤولية التاريخية والواجب الوطني لضمان عدم دخول البلاد في حالة خرق أو فراغ دستوري مستقبلا وتأتي هذه الدعوات مما تسمى أعلى سلطة قانونية في العراق في سياق عدد من الدعوات والتراجعات عن قدسية الدستور السابقة من سياسيين سابقين وحاليين ومن ذلك تصريح باقر جبر صولاغ في 2021 في شهر تسعة عندما قال في لقاء تلفزيوني أن أعضاء لجنة كتابة الدستور عام 2005 تلقوا مكافآت تصل إلى 150 ألف دولار لكل واحد لغرض تمرير الدستور وكذلك تصريح برهم صالح في 29 ثمانية 2021 عندما قال إن هناك حاجة إلى تعديل الدستور الحالي بإجماع القوى السياسية والفعاليات المجتمعية ويجب تعديل الدستور الحالي بما يضمن التفاهمات بين العراقيين وأن هذا الأمر هو استحقاق لا مناصة منه في السياقات الدستورية ولا يمكن حكم العراق بهذه المنظومة والدستور وأن أتون النزاعات والتوترات المستحكمة في المنطقة قادت إلى حقيقة واحدة وهي أن الكل متضرر ولا أحد فائز فيها ونحن في القسم السياسي في الهيئة نقر هذه الدعوات الجديدة وما سبقها من دعوات خلال السنوات الماضية من زاوية النظر الآتيتين أحدها اعتراف القوى السياسية الحاكمة بأثر الدستور الخطير في بطلان النظام السياسي الحالي وما ترتب على ذلك من مخاطر كبيرة حاقت بالعراقيين على مدى سنوات طويلة وهو ما نبهت عليه القوى المناهضة للاحتلال ومنها هيئة علماء المسلمين مبكرا فقد كانت هذه القوى جهود سياسية وقانونية وإعلامية مبكرة بهذا الشأن شخصت فيها الخطأ الفادح في كتابة الدستور بهذه الطريقة واعترضت على توجهاته التقسيمية للعراق وبينت كل الأخطاء والثغرات والفقرات التي عدتها وقتها ألغاما موقوتا لا لتفجير النظام السياسي فحسب وإنما لتفجير المجتمع العراقي كله وقد توالت إصدارات الهيئة وأدبياتها على هذا الصعيد مشتركة مع القوى المناهضة للاحتلال أو منفردة ومن أبرزها بيان رقم 25 المتعلق بقانون إدارة الدولة المؤقت في عام 2004 والتصريحين الصحفيين برقم 19 ورقم 20 بشأن لجنة كتابة الدستور الصادرين في 1-3-2005 ودراستها المبكرة عن الدستور وما ينبغي أن يكون عليه الصادر عن القسم السياسي في عام 2005 ثم ندواتها الثلاث عن الدستور الذي عقدت في مقرها في جامع أم القرى قبيل الاستفتاء وصدرت بعدها دراسة الهيئة الموسعة عن مسودة الدستور بعنوان مآخذ خطيرة على مسودة الدستور المخترحة المطبوعة لاحقا وهي متوفرة الآن ومن ثم حشدت الهيئة الجهود لمقاطعة عملية الاستفتاء على الدستور في عام 2005 واستضافت لقاء جامعا للقوى المناهضة للاحتلال وعدد من القوى السياسية المشتركة في العملية السياسية وتحقيق التوافق بينها للتصدي لمشروع إقرار وإمرار الدستور وإفشاله وهما تمخذ عنه اجتماع أم القرى المشهور قبيل الاستفتاء على مسودة الدستور بأيام الذي اتفقت فيه هذه القوى على خيارين هما مقاطعة عملية الاستفتاء من قبل القوى المناهضة للعملية السياسية ومشاركة القوى السياسية الأخرى فيها والتصويت بلا ولكن خرقت هذا الاتفاق إحدى القوى السياسية وانفردت بأمر ليس من حقها لانفراد به وخالفت اجماع القوى المناهضة بل اجماع أكبر المكونات العراقية بهذا الصدد وكانت الذريعة هي وضع المادة 142 في الدستور التي لم تفعل ولم يلقى لها أي بال واستخدمت طعما وفخا لتمرير الدستور فكان ما كان وتوالت مصائب الدستور علينا من وقتها ومع ذلك لم تكل الهيئة ولم تتعب وبقيت حريصة على بيان مخاطر هذا الدستور المسخ كما وصفه الشيخ حارث الضاري رحمه الله والكشف عن آثاره الخطيرة على العراق في كل فرصة ومناسبة ومنها مؤتمر الوفاق في القاهرة الذي أكدت كلمة الهيئة فيه التي ألقاها الشيخ حارث الضاري رحمه الله عام 2005 على خطورة هذا الأمر وعدت الاستفتاء على الدستور عملية سياسية صادرت إرادة الشعب العراقي الحقيقية ومن ثم اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الوفاق في القاهرة عام 2006 في شهر سبعة الذي دعت فيه الهيئة إلى تجميد الدستور ومن ثم نجح وفد القوى المناهضة في النص في البيان الختامي للاجتماع على أن يكون الدستور الحالي والنقاط الخلافية فيه موضع مراجعة ونقاش عام ومسؤول من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية العراقية أرضا وشعبا وهو قرار وتوصي لم تتحقق ونقضت من القوى والأحزاب الحاكمة وبحماية ورعاية الأنظمة السياسية الدولية والإقليمية والعربية للأسف وها هي بعض أطراف هذه الأحزاب والقوى تعود اليوم للمطالبة بتعديل الدستور بعد أن استنفذت أغراضها منه اثنين أن الدعوات الجديدة لإعادة النظر في الدستور وتعديل بعض فقراته هي محاولة لإنقاذ واقع النظام السياسي المتهاوي في العراق ولا تصب بالضرورة في مصلحة الشعب العراقي وهي محاولة لحالة الأمور المتأزمة وفتح ما يسمونه بالانسداد في العملية السياسية ثلاثة إن التصريحات فائق زيدان هي خطوة مدروسة من القوى الراعية للنظام السياسي القائم أوصلتها عن طريق رئيس المحكمة الاتحادية لتحقيق أهداف سياسية مرحلية والدليل على ذلك هو تجنب الحديث عن تعديل المواد الأخرى التي تهدد السلم المجتمعي وتؤسس للتفرق بين أبناء الشعب العراقي على أسس طائفية وعرقية وتمهد لتقسيم العراق وترعى تقطيع أواصله وتضع العراق على شفا جرف هار بين مدة وأخرى وما ذلك إلا بسبب أنها لا تهدد المسار السياسي الحالي وإنما تحمي بدعة التوافقات المصلحية بين شركاء الحكم الطائفي والعنصري في العراق والمحور الثالث تضمن تهجير سكان قرى ناحية مكحول بمحافظة صلاح الدين وكما تعلمون بدأ سكان خمس قرى في ناحية مكحول في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين بإخلاء منازلهم بناء على طلب القوات الأمنية حيث وصل عدد العوائل النازحة أكثر من أربعمائة عائلة وبدأت موجة النزوح الجديدة هذه في يوم تسعة ويوم عشرة من شهر إشباط الحالي وذكر النازحون بأن قيادة العمليات المشتركة في القوات الحكومية أبلغتهم بضرورة إخلاء منازلهم لأن حياتهم في خطر وأن المنطقة تشهد فراغا أمنيا بحسب ما ذكرت القوات الحكومية وقد ترك سكان هذه القرى منازلهم وامتلكاتهم وأصبحوا مشردين وأوضاعهم مزرية وبحاجة ماسة للمساعدة وفيهم أطفال صغار ونساء حوامل وشيخ خبار إذ لم تفعل القوات الحكومية والسلطات المحلية لهم شيئا عدا أنها نصبت خيام بائسة لهم قريبا من مركز ناحية مكحول بدون توفير متطلبات الحياس اللازمة من مياه صالحة للشرب ومياه صالحة للاستعمال وتقى هذه القرى الخمس في شمال غرب مدينة تكريت بمحاذاة قضاء الحويجة في محافظة كاركوك وخلف آخر نقطة تفتيش للقوات الأمنية وقال رسول جاسم مدير ناحية مكحول أن تلك القرى الخمس أخلية بناء على طلب قيادة العمليات المشتركة في صلاح الدين لأن هناك فراغات أمنية في المنطقة وهو ما يعرض سكانها لخطر إرهابي داعش مبينا أن هذه العائلات ستضطر للانتظار أربعة أشهر على الأقل وهذا التوقيت المعطى لمدة الانتظار بحسب تحديد القوات الأمنية أمر لا تدعمه أي معطيات دقيقة ولماذا قيدت هذه الأشهر بالأربعة وما هي الضمانات لعودة هؤلاء النازحين لديارهم وقراهم وعدم تحويلهم إلى نازحين دائمين ولا سيما في ظل المؤشرات التي تفيد برجحان عدم حل مشكلتهم بسبب توسع نطاق العمليات الأمنية التي بدأت بتنفيذها ميليشيا الحشد في محافظة صلاح الدين في اليومين الماضيين وفيما يبدو لنا فإن القوات الحكومية تثبت يوما بعد آخر فشلها وعدم قدرتها على ضبط الأمن كما تدعي بحيث تقوم بإجلاء السكان وتهجيرهم بحجة حمايتهم من عدو طالما ادعت القضاء عليه واحتفلت بانتصارها على هذا العدو كما تدعي في ظل انحسار شبه كامل لأي نشاط أو قدرة حكومية لتفادي هذه الانهيارات الأمنية والإنسانية والمعيشية وانشغالها بمحاولات إطالة عمرها قدر الإمكان وفي وسط تخبط وخلافات قانونية بينها وبين حكومة كردستان وهي أمور تحملها المسؤولية كاملة لما يجري ويضعها في سياق فسح المجال لأحزاب السلطة وميليشياتها للقيام بما تريده في العراق بعيدا عن أي رقابة أو اعتراض في ظل السلطات الموهومة للحكومة في بغداد والمحور الثالث هو تضمن قضية الضابط المجرم الذي ارتكب جرائم ضد الإنسانية وعمر نزار وقد تجددت هذه الأيام المطالبة بمحاكمة هذا الضابط الذي هو مقدم وهو آمر الفوج الثاني في قوات الرد السريع المقرم من قائد قوات الرد السريع اللواء ثامر الحسيني أبو تراب المقرم بدوره من قادة الميليشيات المسلحة المتهم مع عدد من أفراد وحدته بالقيام بتعذيب وقتل واغتصاب وابتزاز وسرق بحق المدنيين وقد كشف عن هذه الجرائم قبيل سنوات عندما نشر الصحفي علي أركادي صورا ومقاطع مرئية التقطها عندما كان يصاحب قوات الرد السريع في الشرطة الاتحادية وأظهرت انتهاكات صادمة ارتكبتها هذه القوات ومنها عمليات تعذيب شنيعة وقتل لأبرياء بتهم باطلة وقد أثبتت التقارير المدعومة بالصور والمقاطع المرئية على تورط عمر نزار بأعمال قتل واغتصاب في المحافظات المنكوبة خلال ما سمي بعمليات التحرير وأظهرت أنه كان يرغم المعتقلين بواسطة التعذيب الشديد على الاعتراف والنطق بأنهم ينتمون لتنظيم داعش ثم يقتلهم بعد ذلك فضلا عن تورطه في عمليات اغتصاب للضغط على المعتقلين وارتكاب جسر الزيتون في مدينة الناصرية التي راح ضحيتها العشرات بحسب اعتراف ضباط في القوات الحكومية وقد أعلنت وزارة الداخلية الحالية قبل أيام أن عمر نزار قيد الاحتجاز التحقيق معه في جميع التهم المنسوبة إليه بعد إعادة انتشار المقاطع المصورة والصور من خلال حملة لبعض الناشطين تثبت ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ويشكك كثيرون في مصداقية هذا الإعلان وجديته ويعربون عن عدم جدواه فهذه المرة الثانية التي يعلم فيها عن إجراء التحقيق معه حيث يشير كتاب سابق لوزارة الداخلية في عام 2021 إلى أن وزير الداخلي قد أمر بإغلاق التحقيق وعدم الموافقة على تنفيذ أمر إلقاء القبض بحق هذا الضابط الذي يحظى بحماية ورعاية المؤسسة الأمنية العريقة في مجال انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب ومن المتوقع كما صدر في بعض التهم التي نسبت إليه إغلاق ملف التحقيق بالكامل وإطلاق صراحه وتكاد تكون المنظمة الدولية والإقليمية متواطعة إن لم تكن كذلك في عدم التفاعل مع المطالب الشعبية العراقية في هذا الصدد فهي لم تقم بواجبها في حماية المدنيين في حالة الحرب وضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية أسوة بما تفعله في قضايا دولية أقل خطورة بكثير مما يجري في العراق على الرغم من كثرة هذه الجرائم التي تجعلها مكشوفة ومرئية للعيان بدون أدنى جهد والمحور الرابع وهو الأخير وهو قانون النفط والغاز في كردستان العراق الذي حدثت الضجة قبل أيام بسببه عندما أحدث صدور قرار محكمة في بغداد ببطلان قانون النفط والغاز الخاص بكردستان أزمة جديدة بين الحكومة الحالية والحكومة المحلية في كردستان العراق بعدما ألزم القرار حكومة كردستان بتسليم عائدات مبيعات النفط والغاز إلى بغداد في مقابل رفض كردستاني لهذا القرار وقد تواردت الأخبار عن فضيحة سياسية في بغداد حيث تبين أن حكومة تصريف الأعمال ورئيسها مصطفى الكاظمي ووزير النفط فيها لا يعلمون بالقرار وحيثياته إلا بعد صدوره ووصوله للمعنيين به وانتشاره حيث إن الدعوة المقدمة ضد حكومة كردستان كانت في حكومة سابقة ومقدمها وزير نفط سابق وليس الوزير الحالي إن هذا القرار وتبعاته وما جرى فيه من خلاف يكشفان بشكل قاطع عن الكم الكبير من التخبط في إدارة الدولة العراقية بعد الاحتلال والتسيب الكبير في مفاصلها ويفضحان أيضا قضايا التلاعب والفساد في ثروات العراق وحرمان الشعب العراقي منها والتصرف الجائر فيها من قبل الحكومة الحالية المسمى مركزية وسلطات المحافظات المسمى حكومات محلية هذا ما جاء فيه التقرير الدوري للقسم السياسي في هيئة علماء المسلمين لهذا الشهر وشكرا جزيلا لكم وبرك الله فيكم واجزاكم الله خير شكرا جزيلا للدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في الهيئة على هذا العرض الوافي الذي سلط فيه الضوء على أمور مهمة يحتاجها من يبحث عن حقيقة الأمر في الواقع العراقي المرير وهنا يتساءل العراقيون بعد كل هذه المهازل السياسية التي طرحها الدكتور ثامر واعتراف المسؤولين بعدم صلاحية الدستور الحالي والجرائم البشعة التي ترتكب ضد الشعب العراقي والتستر عليها والإفلات من العقاب هل بقي ما يسمى نظاما سياسيا في العراق وهل يمكن أن يكون هناك إصلاح في العراق على يد من أفسدوه وسعوا في تدميره بلا شك فإن الشعب العراقي قد أجاب عن هذه التساؤلات من خلال مظاهراته المستمرة ومواقف قواه الوطنية المناهضة للعملية السياسية في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر حضوركم واستماعكم وإلى لقاءات أخرى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة